أكدت وزارة الصحة وصول معدل تلقيح المواطنين ضد كورونا إلى نحو مئة ألف جرعة يومياً المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قال في تصريح صحفي إن عدد المواطنين الذين تلقوا تطعيم أقل من ثلاثة ملايين مضيفاً أن الكوادر الصحية مستمرة في التلقيح فيما تواصل الفرق الجوالة عملها في مدينة الصدر وأشار إلى أن النازحين لهم أولوية بين الفئات المستهدفة في تقديم اللقاحات مشيراً إلى تخصيص مراكز صحية داخل المخيمات